اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية التي سنتناول فيها أبرز التطورات على الجابة اللبنانية السورية الإسرائيلية والتي تطورت إليها الأوضاع عقب الهجوم الذي طال قرية مجدى الشمس وسنتناول أبرز التطورات التي يمكن أن تؤليها الأحداث في الساعات والأيام المقبلة إذن سنبدأ بالتطورات الأوضاع ما بين لبنان وإسرائيل أكد المتحدث باسم قوات يونيفل أندريا تايتيني أنه جاري التواصل مع كافة الأطراف لمنع اتساع رقعة الصراع بين لبنان وإسرائيل وتهديئة الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وأضاف تايتيني للقاهرة الإخبارية أن هناك مساحة للحلول الدبلوماسية لحل الصراع اللبناني الإسرائيلي دون اللجوء للحلول العسكرية لا زلنا نعمل في محاولة إيجاد الحلول الممكنة لأجل إنهاء هذا النزاع بالرغم من الصعوبات المتواجدة والتحديات أيضا لا أحد يرغب في استمرار هذا النزاع المشكلة الأساسية هنا هي سوء الحسابات وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى تصعيد إلى هذا النزاع وما نفعله حاليا ليس فقط كاليونيفل ولكن أيضا ككل المسؤولين هو فتح هذه مسارات التواصل مع كل الأطراف لمحاولة منع أي نزاع أو أي تصعيد لهذا النزاع يمكن أن يؤدي إلى نتيجة مأساوية ليس فقط إلى لبنان وإسرائيل ولكن المنطقة بأكملها فنحن لازم نعمل على أرض الواقع لمحاولة مراقبة هذه الأوضاع كما أكد المتحدث باسم قوات يونيفل أندريا تينانتي أن لدى القوات الأممية نحو 10 ألاف شخص من 49 دولة عضو للعمل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وأشار تينانتي إلى أن تلك القوات تعمل على تسيير أكثر من 400 دورية بشكل يومي في الجنوب اللبناني وتنصق بشكل مستمر مع الجيش اللبناني بشكل يومي لتخفيف حدة التوترات على الحدود في الوقت الحالي إن عدد الكوات التي لدينا كما قلت حوالي 10 ألاف أو ما يزيد من كافة الدول هو رقم كبير وهو كافي وهو يظهر مدى الالتزام للدول الأعضاء 49 دولة للموضية قدما في هذا الالتزام والعمل على التهديئة في الجنوب الأمر ليس له علاقة بعدد الجنود فنحن لدينا أكثر من 400 دورية يومية في الجنوب بدعم من الجيش اللبناني نحن مستمرون في العمل مع المجتمعات المحلية ولكن من المهم أيضا والأولوية هنا هو المدى التي تتعمل فيه هؤلاء الجنود وأيضا ما يقوم به قادة الجيوش يجب أن يأكل الطرفين أن يتحدثوا مباشرة مع بعضهم البعض الجيش الإسرائيلي ولبنان لا بد أن يكون هناك مصارات للتواصل لأجل نقل هذه الرسائل هذا الدور الآن يتزيد وكما قلت لازال هناك أمن للوصول إلى حل بعد عشرة أشهر من هذا الدمار حول الخط الأزرق قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله أبو حبيب إن لبنان يسعى للتجنب حرب إقليمية وطلب أبو حبيب بضرورة التنفيذ الكامل للقرار الأممي رقم 1701 لإقرار الأمن في الجنوب اللبناني هذا ما نحاوله بالوسائل الدبلوماسية ألا تكون هناك حرب إقليمية ألا يكون هناك تصعيد كبير حتى الآن لم نتلقى شيئا من هذا النوع أعتقد أنه سيكون هناك القليل من التصعيد لأن الإسرائيليين أنفسهم سوف يتعرضون لهجمات وإذا هجموا لبنان فستكون حربا كبيرة وهم يعرفون ذلك أعتقد أنهم يريدون حل جميع المشاكل دبلوماسيا وهذا ما قاله نتنياه مؤخرا وأكد أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 سيقلب الهدوء والأمن إلى حدودها الجنوبية أكد عضو البرلمان اللبناني غسان حصباني أن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يشكل مخاطر يترتب عليها زيادة احتمالات التصعيد وأضاف حصباني للقاهرة الإغبارية أنه لا مصلحة لأحد في توسيع دائرة الحرب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وضع خطير جدا لا شك أن التصعيد يحصل تدريجيا كما نراه وحتى ولو كان هناك بعض القواعد التي يلتزم بها الطرفين في هذا الاشتباك والتي تختلف عن القواعد السابقة هناك احتمال دائما للتصعيد إما عن سبيل القصد أو عن سبيل الخطأ والتصعيد يحصل بعمليات تراكمية كما نراه يحصل الآن فمجرد أن أدخل حزب الله لبنان في هذه المواجهة الإقليمية يعني أدخلنا في المخاطر التي يترتب عليها احتمالات تصعيد من هذا النوع أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاطي ووزير خارجية لبنان عبدالله أبو حبيب بشأن مستجدات الوضع في لبنان وأعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصالين عن تضامن مصر الكامل مع لبنان ورفضها لأي تهديدات تستهدف زعزعة استقراره أو سلامة شعبه كما أعرب وزير الخارجية المصري في الاتصالين عن قلق مصر البالغ تجاه التصعيد القائم بين حزب الله وإسرائيل وتأثيراته المحتملة على أمن واستقرار لبنان وأضف أن مصر تجري اتصالات مع الأطراف المختلفة بهدف احتواء التصعيد والحيلولة دون انجراف المنطقة إلى حرب واسعة النطاق تهدد استقرار دولها وأمن شعوبها هذا وأكد ميقاطي وابو حبيب تقديرهم البالغ لدعم وتضامن مصر مع لبنان في هذا الظرف الضقيق والثقة في أن التحركات المصرية تستهدف حماية مصالح الشعب اللبناني واستقرار دولته وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان عادل محمود الكاتب والباحث السياسي أهلا ومرحبا بك سيد عادل يعني جهود حفيثة تبذلها دول الإقليم وعلى رأسها مصر والأردن وأيضا دول العالم لمحاولة نزع فتيل هذه الأزمة التي على وشك أن تنفجر كيف تبعت كل هذه اليهود؟ سبع الخير أخي أحمد لك ولجميع المشاهدين يعني قبل التطرق إلى الجهود الدولماسية أو التطرق للتطورات يجب الالتفاة إلى مجموعة إشارات الاستفاة والتعجب حول موضوع مجد الشمس يعني منها التوقيت بعد انتهاء مباحثات نتنياهو في أمريكا وأيضا نقطة مهمة ومقلقة وهي انتهاء التهدئة الغير معلنة بين الأمريكا والميليشيات العراقية هاتين النقطتين أخي أحمد تنبع يعني أن هناك حدث قادر ما هو الحدث؟ أنا من وجهة نظري بعيدا عن الموضوع لخيار الدولماس لأن الخيار العسكري واضح أنه سينجح أننا أمام حرب شاملة تطرق الأبواب بقوة أكثر من ذي قبل حيث كان المقطط أخي أحمد سابقا إشاعة الفوضى في المنطقة وتتم تصدي له لكن دخلنا الآن في موضوع آخر وهو فرض حرب ولكن كيف شكلها؟ أنا من وجهة نظري أنها حرب متدرجة آخر الشكل التصاعدي ومعنى حرب فرض حرب أي أنها تتجاوز قبول إيران لأن إيران هي الأساس حتى لحزب الله فهي تتجاوز قبول أو رفض إيران يعني تتجاوز إيران وبالإشارة إلى كلمة متدرجة تصاعدي أي أنها على فترات وليس خطوة واحدة أخي أحمد يعني الوصول إلى قدمتها ولكن بالتأكيد يعني حرب مدروسة الخطوات لكن أنا من رأي الجهود التي كانت العربية وهي كانت تحت الطاولة منذ الشهور من خلال أطراف اللبنانية التي ضغطت على حزب الله وإذن الانتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً فرنسا وأمريكا وصولاً إلى الفاتيكان في زيارته الأخيرة إلى بيروت وفشل يعني بمعنى كان هناك بعض القبول من حزب الله على مصار التسوية السلمية لكن هناك تعند موضوع الشمال الليطاني وموضوع المسلحين للأهالي ونشر الجيش اللبناني أنا من وجهة نظري أننا كما ذكرت قبل قليل أمام حرب متدرجة يعني الضربة القادمة هي افتتاحية وتدرجياً سنصل إلى للأسف فرض حرب لا يردها الجميع لذلك أمريكا أمس عن نفسها حين قالت تبل الجهود لموضوع قصف بيروت ولكنها ستقصد بالنهاية سيد عادل ربما ذهبت سريعاً إلى ما ستقول إليه الأحداث في حال فشلت الجهود الدبلوماسية التي كنا نتحدث عن مدى أهميتها وبالتالي سنذهب الآن إلى الحديث عن السيناريوهات المطاقعة هناك سيناريوهام يتم الحديث عنهما أولهما توجيه ضربة محددة في الجنوب اللبناني تستهدف نقاط مهمة وارتكازات مهمة لحزب الله والسيناريو الآخر يتحدث عن توجيه ضربة شاملة لكامل لبنان الحديث يدور عن اجتياح بيروت فإلى أي السيناريوهين تميل ولماذا؟ يعني السيناريو الأول ضربة والسلام يعني ضربة ويغض النظر على مثلا حزب الله وتكتب إسرائيل بذلك أستبعد أنا كما ذكرت وهي عملية متدحرجة يعني السيناريو الأول ربما تكون ضربة وفاعل من حزب الله بعد فترة ربما سنذهب إلى ضربات أوسع خارج قواعد الاشتباك لأن ما تم هو صناعة حدث يعني في مجدد شمس موضوع حدث استخدم الوصول لهدف معين ما هو الهدف المعين؟ هذا هو الوصول إلى ما يسمى فرض حربي يعني النظريات التي تحدث أننا أمام موضوع أن إسرائيل لا تتحمل فتح جبهة حزب الله قادر على تدمير إسرائيل الميليشيات ستستنفل هذا السيناريو أنا من وجهة طبري لنا تجربة في حرب غزة الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في وقف اطلاق النار في غزة فكيف لها أن تنجح جهودات دبلوماسية أو توقف السيناريوات المرجح تحقيقها في لبنان بمعنى نحن نميل إلى من وجهة نظر يعني اجتهادات شخصية إلى حرب متدحرجة كأنك تصعد إلى السلم لكن بحركة متوسطة يعني لا تكون من أول يوم منالك اجتياح للجنوب اللبناني بري أو ضرب البنية التحتية للحكومة اللبنانية نحن نتحدث عن تفاهمات تمت بين بايدن وماترياو والآن نراها على الأرض لذلك ما اقصدته في بداية الحديث أن هذه الإشارات هامة جدا يعني إشارة لماذا تم إلغاء التهديئة بين الميليشيات العراقية والأمريكية لأن الحرب الجديدة هي على خط النار التهدي يعني حزب الله يتكفل فيه الإسرائيليين الميليشيات في سوريا والعراق تتكفل فيها أمريكا لذلك نحن أمام مؤشرات واضحة أنها بدأت منذ الأسبوع الماضي بموضوع الميليشيات في العراق وسوريا وهذا أهم جدا يعني الآن لن نشعر به الأجواء أو الأطواء متجهة إلى لبنان وبيروت ما هي بنك الأهداف هل هي بنك أهداف متحركة قبل الحديث عن بنك الأهداف سيد عادل أريد أن نصل إلى نقطة مشترقة وهي أنك عندما تحدثت عن أي سيناريوهات يقوم إسرائيل باستخدامه في هجومه على لبنان تحدثت عن سيناريو وصفته ما بين قوسين بالمتدحر وهو لا ربما ستبدأ بضربة محددة ويرد حزب الله ويظل هذا التصعيد متبادل إلى أن يصل ربما إلى اجتياح إسرائيلي للبنان هل هذا ما قصدتهم؟ يعني أنا من وجهة نظري أننا سنكون أمام ضربة قاسية يعني تستفز حزب الله لأنه يراد أن يذهب ويجر إلى حرب مع إسرائيل أنت تعلم استخدام استراتيجية الصبر منذ شهور كان هناك الضغوطات تحت الطاولة أن لا يذهب لكن إسرائيل أنا من وجهة لنتيجة التفاهمات الأمريكية دعك من التصريحات العلنية للولايات المتحدة الأمريكية أن هنا لا أجود أن يكون عدم ضرب المدنيين أو عدم ضرب مطار بيروت أو موضوع بيروت ككل أي ضاحية الجنوبية نحن أمام خطة يعني أنا من وجهة لذلك أنا قصدت أن ما يجري كان معد بشكل أو بغضرة وحادث مجلس شمس مقصود أو غير مقصود لكنه الأهم التفاهمات التي جرت هل الولايات المتحدة الأمريكية عطت الدول الأخضر لبنك أهداف مفاجئ للجميع؟ نعم لأن ما يجري هو في الحقيقة تم تمييده بدأ من حركة الطيران الألمانية منذ شهر وصلنا إلى موضوع أنت تعلم إخراج الرعاية بهذه الطريقة المسطول البريطاني العسكري يريد إخراج الرعاية البريطانيين ليست موضوع يوم أو يومين إجلاء يعني ما تم من حركة أممية وأنت تتحدث بدأ من المتحدة لدول تتحدث عن مخاوف الحركة الشامعة نعم سيد عادل ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم الدول بتحذير رعاياها من التواجد في لبنان وأن الأمر أصبح خطيرا إلى جانب أيضا أنك تتحدث عن أن هناك تفاهمات ما بين إسرائيل والولايات المتحدة حول أن هناك ضوء أخضر لتوجيه ضربة للبنان وهنا ربما يريد قائل أن يرد على هذا الحديث بأن الولايات المتحدة ليس من مصلحتها إشعال هذه الجبهة وما يمكن أن يعرض مصالحها في المنطقة سواء في الخليج العربي أو في البحر الأحمر الميليشيات ما يسمى بوحدة الساحات ربما ستستهدف من خلال اليمن وأيضا في العراق وسوريا ستستهدف هذه الجماعات المصالح الأمريكية وبالتالي ربما الولايات المتحدة ستتأثر وهو ما يجعلها غير راغبة في إشعال هذه الجبهة يعني أخي أحمد لنبسط على المشاهدين وارد هذه الأراءة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد هذا بالإطار العام نحن نتحدث من أرض الواقع إلى اليوم إلى اليوم التصريحات الأمريكية لا نريد تصعيد إقليمي وتم التصعيد بالأمن بموضوع عاملية حارس الإزدار في البحر الأحمر وتضرر الإتصالي العام وصولا إلى وقع المحضور تحدثت كثيرا في القاهرة الإخبارية أننا أمام بحرب ميليشيات إقليمية غريعة غزة لكن الهدف الاستراتيجي هو مصالح أمريكية ودولية بموضوع الحرب الجديدة لترتيب الشرق الأوسط لموضوع غيات ستظهر لاحقا نحن يهمنا الأفعال الأمريكية يعني صناع القرار في الشرق الأوسط أو غير الشرق السريعون تحت الطاولة أن الأوامر الأمريكية هي التي يعني المجدر هي تتحكم وليس إسرائيل بمعنى الأكيد هناك دول محيطة بإسرائيل تم تبديغها قبيل مجدر الشمس أنها هناك في الأفق عملية عسكرية لأن التحارف الدولي موجود في المنطقة لا يمكن التكفل في المنشيات المفلتة في العراق وسوريا دون التنسيق مع دول الانشوار لذلك لنكون موضوع أمريكا ومصالحها ما هي المصالح الأمريكية التي تضررت إلى الآن سوى برج 22 في الأردن فتلة أمريكا لا يوجد شيء نحن نتحدث عن مصالح استراتيجية بغض النظر الولايات المتحدة في عمقى الاستراتيجي يعني عادة وبايد رئيس جديد أو انتهام مهمة رئيس جديد تفتح ملفات جديدة ومنها أنا وجد نظري الفصل الثاني من التوسع في الشرق الأوسط من خلال الحروب الجديدة هي ملف لبنان بغض النظر يأتي ترامب يسلم غزة إلى إسرائيل أنا من وجد نظري أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقول الحقيقة وعلى الأرض الواقع ما يتم الآن وهو فتح جفية لبنان تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية لا لو أرادت منذ بداية حرب غزة عدم التصعيد لو أوقفت حرب غزة ولما وصل الأمور إلى موضوع حارس الازدهار البحر الأحمر والاقتصاد العالم واليوم تجر الولايات المتحدة الأمريكية إيران فلما إيران أمام معادلة أو خيار لابد من الحرب تجرها إلى بلاد الشام من خلال الحرب لبنان بماذا؟ لأن إيران تريد الحرب فلما هي واقعة واقعة في البحر الأحمر أفضل لذلك أحاول الحوتي استفزاز إسرائيل مع أني أشك أن عملية تل أبيب كما عملية مجدى الشمس يعني من هيئة علامات استفهام تم السماح لطائرة المسيرة في خصفة الأبيب وموضوع مجدى الشمس هي تدخل في دائرة السماعة الحادث للوصول إلى الدريعة وهي أمام مشهد خارج قواعد الاشتباك التقليدية بين حزب الله وإسرائيل لذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي العقل المدبر لا طالما أتيت على ذكر قواعد الاشتباك سيد عادل هنا تساؤل مهم للغاية هل مازلنا نتحرك الآن أو تحديدا يتحرك حزب الله وإسرائيل في ضمن قواعد الاشتباك أم أن الوضع وتحديدا بعد ما حدث في مجدى الشمس قد خرج عن ما يطلق عليه قواعد الاشتباك يعني أخي أحمد بدون التهويل نحن نتحدث عن ما بعد يعني الساحة اللبنانية مع شمال إسرائيل انتهى ما قبل مجدى الشمس يعني ما بعد مجدى الشمس نحن أمام قواعد الاشتباك وهي أصلا خطة مدروسة جوليا وتأخر الاثنياء في تطبيقها لاحظ يعني الدعم العسكري لإسرائيل من قبل أمريكا الجديد هو ليس ليغزة يعني لاحظ الغطاء السياسي لمن بيت الأبيض لأن حق إسرائيل دفاع النفس من مجدى الشمس يعني يعقون ضوء أخضر علني غير مباشر لكن القواعد الاشتباك الجديدة أنا أتوقع أمريكا مفاجآت في الضربات الإسرائيلية ليس بالضرورة الضربة الأولى أو خلال أيام يعني الحرب قد تستمر الضربات النوعية خلال أيام نحن نتحدث كما ذكرته وهذا هام جدا يعني أن موضوع الحرب ليس دفعة واحدة نحن نتحدث متدحرجة لأن خطة في موضوع ماذا يراد من الحرب الشاملة في لبنان تحديدا قبل نقول الجبهات الأخرى ودفول دول جديدة لأن العنوان القادمة أظن أن المسيارات مجهولة النسب سيكون لها يعني تفعيل في بعض الدول الآمنة لأنه عن من يبصد من لكن الهدف لابد أن يعود الجيش اللبناني إلى حدود مع إسرائيل نعم قبل أن نذهب إلى أهمية دور الجيش اللبناني أريد أن أتحدث معك عن أن لو أن هذه الضربات أصبح يعني من الوارد أن تكون خلال أيام أو يعني ساعات كما تشير دلائل كثيرة فما هي طبيعة بنك الأهداف الإسرائيلي للاستهدافات داخل لبنان لأهداف حزب الله ماذا سيستهدف أو ستستهدف إسرائيل بالتحديد في ضرباتها الأولى على الأقل يعني على هذا الصعيد توقع ما لا تتوقعه يعني هذا عيوان عام لكن أنا أرجح أنه حتى ندخل بموضوع قتح الجبهة بقوة لن تكون عملية كما حصل في الحديدة مدنية واستعراضية لرسائل الشرق والأوسط كانت هي تنميدياً لما هو قادم لبنان لذلك بينك الأهداف هي أنت تعلم حزب الله ليس دولة قواعد علنية أو مقرات يعني أردت فرض حزب الله إنها حزب الله لأنها هذه أحزاب كما نقول مرتبطة معنوياً بالرموز يعني الرمز هام لديهم ليست يعني ميليشيات أو نقول حركات لها دا يمومة يعني منذ نشأة حزب الله حسن نصر الله وحسن نصر الله هم يعني الرمز المعنوي لذلك أنا من وجهة نظر إذا كان خدف استراتيجي إنهاء حزب الله كما حماس حماس بدأوا تدريجياً من البنية التحقية لم يصلوا إلى الرموز إلى الآن فلقم إلى آخر شيء إلى الحل السياسي وقادرين يصلوا إلى موضوع الرموز في حماس لكن المعادلة مختلفة من وجهة نظري عزبانك الأهداف قد يبدأون من الفوق إلى تحت في موضوع حزب الله لأن القوة الجوية أو نقول الذكاء الاصطناعي أو ذات المعلومات وتتعلم لبنان مختلف منذ زمن لذلك هناك مفاجآت إن لم تكن في الجولة الأولى بعد سبوع سبوعين الأهم ردود الأفعال هل حزب الله يستوعب الإشارة الدولية أنه يراد إذا ذهب إلى قصر الأبيب نحن نتحدث عن اشتعال فوري يعني لردود الأفعال لكن الولايات المتحدة الأمريكية هل إسرائيل تتخذ قرارات بهذا الحجم أي ضربك أهداف عالية مستوى دون تنسيق ما جرى أمس بين أوستن ووزير الدفاع الإسرائيلي أنا أرجح أنه تم الإطلاع الأمريكان الأمريكان على الأهداف الحقيقية لذلك ربما الضربة الأولى الصادمة هي تفتح أفاق لما ذكر أي العملية المتدهرجة وفرض العملية هذا الجديد في السيناريو وتغير السيناريو منذ ثمشهور اليوم فرض حرب يعني إيران لا تريده لذلك ذهب الرئيس الإيراني التحديث مع ماكرون وعطى نقول يعني هدية للفرنسيين التحرك موضوع الفاجأة للرهاني للفرنسيين التلات الحديث الأهم تداعيات بينك الأهداف الجديد الذي سيقصف من قبل الإسرائيلي تقول أنا أخذ الكلام الإسرائيلي نعم سيد عادل ربما حديثك فيه نقاط كثيرة مثيرة للاهتمام والنقاش وأريد أن أفند بعضا منها تحدثت عن أن حزب لا ليس دولة ولكنه نستطيع نقول أقوى جيش غير منظم في العالم تتحدث عن اغتيال القادة وتأثير ذلك على يعني هذه المنظمات أو هذه الميليشيات لكن ربما لن يؤثر كثيرا عندما أغتيل أحمد ياسين لم تنهر حركة حماس وعندما أغتيل عباس المساوي لم ينهر حزب الله تم استبدال القائد بقائد جديد بل أنه يعد أحد الرموز المؤثرة في فكر وعقيدة هذه الميليشيات إذن أريد أن أتحدث معك أيضا عن نقطة مهمة للغاية وهي المتعلقة بأن الوضع في لبنان والساحة في لبنان مغايرة تماما عن قطاع غزة ربما سيكون مستنقع كبير تغرق في إسرائيل إن قامت بذلك الاجتياح يعني تعليق بسيط لا نريد أن ندخل بالفلسفة الأيدولوجيات موضوع أحمد ياسين يختلف عن لبنان الفلسطينيين لديهم قضية يعني هذا مختلف جدا لذلك هنا تقول حماس بكرة وتبقى هذا تم اعتراف به من الأمريكان والإسرائيل المعادلة المختلفة يعني إن أردتم أن تصلوا إلى السيناريو لطاقة عامل الذي يروج أن إسرائيل ليس قادرة ولا مديح في الموضوع الإسرائيل لأن إسرائيل هي الواجهة إلى أدام ويعلم ذلك سماع القرار في الشرق أوسط أن التحالف الدولي المتمركزة ومتنوضة في الشرق أوسط هو سمن سيساعد بطريقة غير مباشرة للإسرائيل لوجستيا وضربات ربما إلى اتجاه الميليشيات المفردة في العراق والسوري لن تقوم القيامة إذا إسرائيل قامت بتدمير حزب الله كما حماس وستذهب إلى الكوتيين بسردان وارد لأن كلما أخي أحمد يولدون منذ سنوات ترتيب مثلاً لموذج لبنان بدءاً من الفراغ الرئاسي إلى الحكومة يجدون عائق حزب الله نحن لا نتحدث نتحدث توصيف سياسي لسنا معه ولا ضد يجدون المجتمع الدولي وضع لبنان على طاوض المجتمع الدولي مختلف عن الصراعات اللبنانية التقليدية لذلك الزعامات اللبنانية الآن تائهين لا يعرفون التصرف كيف المخرج يذهبون تارى من خلال جهود العربية المصرية والأردنية والأوروبية إلى مبادرة مثلاً رئاسة قبل وقف طلاق النار يأتي الفاتيكان يريد فصل غزة عن بيروت يفشل الجديد أنا من وجهة نظري أن إسرائيل بصمت الدولي الذي حصل وشرعنت لبادة في غزة أعطاها نوع من القوة لذلك الصمت الدولي ليه علامة استفاهم لا أحد يستطيع فتح المعابر لا أحد يستطيع وقف طلاق النار لكن الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبية والمجتمعات القادرين على وقت طلاق النار في غزة أن تتعلم السياسة الأمريكية في النزعات إذا تقول الآن وقت طلاق النار يتم الجديد أنا من وجهة نظري أن إسرائيل أشاعت لدينا أنها جمهات يعني مفتوحة التقييم العسكري تسع شهور أو عشر شهور الحوثي لم يقتل إسرائيلي يعني سمحة للتال الأبيب تمر هذه المسيرة الهدف الاستراتيجي والإشارة من نعم يعني موضوع لاوصف يرى نيران نعم سيد عادل ربما هذا الملف يعني يطول فيه الشرح والحديث ونظرا لدخل وقت أشكرك شكرا جزيلا على ما أضفت إلينا من معلومات شكرا لك شكرا سيد أكد البيت الأبيض أن إسرائيل لها كل الحق للرد على هجوم حزب الله على مجد الشمس وأن السيطرة على الجولان لا تزال مهمة لأمن إسرائيل وأضاف أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هجوم حزب الله سيؤدي إلى التصعيد في المنطقة مشيرا إلى أن واشنطن واثقة بقدرتها لتجنب حدوث أي صراع في المنطقة خاصة أنه لا يوجد أحد يريد حربا شاملة في المنطقة أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ترى أن الحل السلمي على الجبهة اللبنانية هو الأفضل وأضافت أن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين بهدف الوصول إلى حل دبلوماسي كما أشارت إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يساعد في تخفيف التوترات على طول الخط الأزرق حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرعاية الألمان إلى مغادرة لبنان فورا وأكدت بيربوك ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في المنطقة والعمل على تحقيق السلام إن شعوب الشرق الأوسط والمنطقة بحاجة إلى السلام وجميع دول العالم يجب أن تعمل معا لتحقيق هذا السلام في الشرق الأوسط لقد قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة سلام لهذا الغرض وتجري مناقشتها منذ بعض الوقت ولكن مهمة جميع الجهات الفاعلة استخدام جميع القنوات والفرص لضمان أن تتحقق هذه الخطة التي لم يقدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن فحسب بل وأقرها أيضا مجلس الأمن الدولي أفاد مراسلنا بشن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على القطاع الأوسط وبلدة كونين جنوبية لبنان ما أصفر عن مقتل شخص وضف أن حزب الله استهدف دبابة إسرائيلية من طراز مركابة في موقع الراهب بصاروخ موجه وحقق إصابة مباشرة يأتي هذا بينما أعلن حزب الله اللبناني مقتل اثنين من عناصره في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة شقرة في جنوب لبنان استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الثلاثاء في قصف للاحتلال استهدف مدينتي خان يونس وغزة وأكدت مصادر صحية استشهاد عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس جنوبية قطاع غزة أصدر جيش الاحتلال أمرا لسكان مخيم البريج وسط قطاع غزة بإخلاء المخيم والتوجه نحو أماكن أخرى بمنطقة المواصي وتتواصل معاناة سكان القطاع بسبب حركة النزوح المستمرة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من تسعة أشهر وسط أوضاع إنسانية صعبة إمعانا في العدوان وإسرافا في التنكيل والبطش وإجبار السكان على النزوح والترحال يواصل جيش الاحتلال سياسته العدوانية بحق سكان غزة منذ بدء الحرب على القطاع وبعد نحو ثلاثمائة يوم من العدوان والتي مارس خلالها جيش الاحتلال أبشع الجرائم بحق سكان غزة من قتل وتدمير وترويع وأسر واعتقال يواصل الاحتلال إجبار السكان على النزوح من مكان لآخر لا شيء إلا الإمعان في التنكيل بمن طبق منهم على قيد الحياة سكان مخيم البريج واستقطاع غزة كانوا ضحية لتلك السياسة الظالمة حيث أجبرهم الاحتلال على النزوح من المخيم والتوجه إلى أماكن أخرى ليهيم الناس على وجوههم في الشوارع لا يعرفون وجهة يقصدونها ولا ملجأ يلجأون إليه وبعد تلقي أوامر الإخلاء صار سكان مخيم البريج في الشوارع والطرقات يحملون ما تبقى من أمتعتهم ويصطحبون أطفالهم الصغار بحثا عن وجهة جديدة أو مكان آمن وهكذا يواصل الجيش الإسرائيلي جرائمه بحق سكان قطاع غزة وتستمر المعاناة في ظل العدوان فمن نجى من قنابل الاحتلال وقذائفه عانى ويلات النزوح والترحال وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من قطاع غزة أحمد الأغى الكاتب الصحفي أهلا ومرحبا بك سيد أحمد ربما السؤال هنا مازال مطروح إلى أين يتجه الفلسطينيون الأبرياء الذين يتكبدون العناء الكبير من التنقل والترحال من حين لآخر تنفيذا لأوامر الاحتلال بإخلاء المخيمات والأماكن التي يعيشون فيها بالذهاب إلى أماكن أخرى ويتكرر نفس المسلسل مرة أخرى إلى أين يتجه الفلسطينيون وإلى أين تتجه يعني خريطة النزوح بهم نعم صباح الخير لك وصباح الخير لجميع السادة المسلمين لعل هذا الأمر الأبرز الذي يعاني منه كل المواطنين الفلسطينيين من أقضى شماله حتى أقضى جنوبه عند انطلاق أي عملية عسكرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وهذا ما شاهدناه بأن الانطلاق بعد أن ينهي عملياته يجب قطرة ومن ثم يكرر مثل هذه العمليات معظم المحافظات قطاع غزة وأحياء قطاع غزة التي تعافضت عمليات عنكرية مصبقة أيضا عاودت الكرة مرة أخرى بعمليات عنكرية أخرى جديدة ومن ثم عمليات نزوح جديدة وهذا الأمر الذي أصبح يشكل هاجسا كبيرا لدى المواطن الفلسطيني الذي لا زال يعاني من ويلات وتبعات هذه الحرب أصبح فقط يريد النجاة بروحه والنجاة بأهله والنجاة بأفطاله ومن ثم الذهاب إلى المناطس الآمنة التي هي ليست آمنة وهي ألا آمنة حتى هذه اللحظة جراء كثرة الاستهدافات جراء كثرة القصف جراء كثرة وقوع الشهداء والضحايا بتلك المناطس التي تم تسميتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ما بين هلالين بأنها مناطس آمنة أصبح فقط يريد النجاة أصبح فقط أن يذهب إلى المناطق الغربية من المحافظات ويترك المناطق الشرقية في ظل وضع على جميع الأصعدة ويترك بائس وضع مزري ثانيا وطبيا واقتصاديا وكل شيء وعلى مدار الأشهر الماضية هذا أصبح هاجس وأرق يؤرق المواطن الفلسطيني يعني لربما نحن نشاهدنا العديد من الأحياء في محافظات فغزة تم إجراء عمليات عسكرية بها ثم الانتهاب بها ثم عودت المواطنين إلى مطبي الخيام على ركام منازلهم ومن ثم انطلاق عملية عسكرية أخرى والمسلوح مرة أخرى إلى المناطق الغربية إذن كل هذا أصبح أمر يشكل هاجس وأصبح يشكل رعب لدى المواطن الفلسطيني في ظل تقرار هذه العمليات من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة وهذا أيضا ما شاهدناه في شجعية شرق مدينة غزة ما شاهدناه أيضا في بني سهيلة والمناطق الشرقية لمحافظة كان يونس التي تراجعت الآليات عنها منذ في ساعة متأخرة من الأمن ومنذ صباح هذا اليوم عاد المواطنون إلى خيامهم وإلى نصد خيامهم مرة أخرى إلى تلك المنطقة بعد أن شهدت ثمارا وقصفا واسعا ومكثفا من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومقاومة شرسة من قبل المقاتلين الفلسطينيين على مدار الثمانية أيام ماضية بعد انطلاق عملية عسكرية هنا في تلك الأحيان نعم يعني أستاذ أحمد في ظل هذا الاستمرار من قبل القوات الاحتلال في استهداف الفلسطينيين وإيقاعهم بين الشهيد وجريح ماذا عن آلية عمل المستشفيات والمؤسسات الصحية في قطاع غزة وعمل سيارات الإسعاف لو تعطينا الصورة عامة عن آلية عمل هذه المؤسسة المؤسسات الصحية هي بالأساس مؤسسات مفترئة تعمل الآن بأقل الإمكانات المتاحة وتعمل أيضا بالطرق البدائية في ظل نقص الإمدادات الطبية نقص الإمدادات الدوائية نقص كل ما يتعلق بالمستشفيات نقص كل ما يتعلق بالأدوية وبأدوية التخدير ونقص الأسرة ونقص أيضا أجهزة الأشعة ونقص أيضا أجهزة الإناية المكثبة علنا أصبحنا نشاهد بأن الإصابات التي تتوافد وتصل تباعا إلى تلك المستشفيات التي لا زالت تعمل بأقل الإمكانات يتم علاجها على الأرض تظرت لنقص العديد من الأجهزة والعديد من الأسرة هي أيضا في وضع لا يحسد عليه رغم قلة الإمكانات إلا أنها لا زالت تعطي وتعمل وتقدم الخدمة الطبية رغم الصعوبات التي تواجه تلك المستشفيات رغم نقص الكادر الطبي رغم نقص الإمدادات الطبية رغم نقص كل شيء إلا أنها لا زالت تعمل بأقل الإمكانات وتعمل بالطرق البدائية لكي تحافظ على حياة المواطن الفلسطيني الذي أصيب جراء تلك الحرب المستعرة وتلك الضواريق التي أصبحت لا تفرق بين طفل وشيخ وامرأة وكل أيضا وشاب يقدم تلك الخدمة لكي يحافظ على حياة المواطن الفلسطيني رغم ما تحدثنا بني أيضا الإمتعاف يعاني أيضا يعاني من الوصول لمناطق الحطرة التي أيضا يكون متواجدين بها إصابات ملقاة على الطرقات يعاني في الوصول نظرا لكفرة وتعدد التهدفات للإمتعافات في الآونة الأخيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائي سيد أحمد وماذا عن المؤسسات والمنظمات الإغاثية الدولية ألية عملية هل ما زالت هناك أي فرق عمل إغاثة دولية وكيف تعمل في ظل هذه الأوضاع السيئة والكارثية للغاية نعم هناك بعض فرق الإنقاذ الدولية بعض الفرق التي كانت لكن توقف تعاني العمل بسبب تعدد وكفرة التهدفات والإحتلال لها إلا أنه لا زال هناك بعض الفرق الدولية التي تعمل مثل بطبع المطبخ العالمي منظمة الغذاء لكن تعمل بحذر شديد تعمل بحذر شديد في هذه اللحظة نظرا لحوفها على طواصمها بعد الهدفات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي إلا أنها لازلت تقدم الخدمات الغذائية للمواطن الفلسطيني في الأخيرة لكن بحذر شديد وذلك لكي تبتعد عن الاستهداف تبتعد عن الناس قبل ذلك كانت قد استهدفت وكانت قد قصفت من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي وكما شاهدنا منذ فترة عندما قصف على المطبخ العالمي وكيف توقف فترة عن العمل ومن ثم عاد إلى العمل لكن بحذر شديد في تقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني وتقديم الغذاء لكن كما تعلمون بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصبح لا يحرق لا بين فلسطيني ولا بين أجنبي ولا بين مؤسسة نجاسية تعمل لصالح الشعب على الإسرائيلي على كل أحوال أشكرك شكرا جزيلا سيد أحمد كنت معي من قطاع غزة على ما أضفته إلينا من معلومات حمل مكتب رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو قيادة حماس مسؤولية عدم التوصل إلى الاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين وزعم أن إسرائيل لم تغير أو تضف أي شروط في حين طالبت حماس بـ 29 تغييرا ولم تستجب للمخطط الأصلي حسب قوله وكانت الحركة اتهمت نتنياهو بالعودة إلى استراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من التوصل إلى اتفاق وأعتبرت شروط ومطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي تراجعا عما نقله الوسطاء على أنه ورقة إسرائيلية والتي كانت جزءا من مشروع الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاحقا قرارا لمجلس الأمن الدولي أكد البيت الأبيض أن المفاوضات بشأن وقف لإطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين في قطاع غزة مستمرة وأضاف أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار أصبح قريبا مشيرا إلى أن الأمر يتطلب بعض التنازلات حتى يصل الاتفاق للنهاية ومن فرجينيا ينضم إلينا محمد العالم الكاتب والباحث السياسي أهلا ومرحبا بك سيد محمد يعني نتنياهو يتهم حماس بأنها هي من تعرقل الجهود الرامية لاستكمال جولة المفاوضات في حين الجميع يشاهد نتنياهو وهو يعرقل الجهود بوضع شروط ربما تكون مستحيلة منها الإبقاء على القوات الإسرائيلية في محوري فلادلفيا ونيت سليم كيف إذن تابعت ذلك نعم أهلا بك عبد السادة المشاهدين يعني كما تفضلت أنت بالقولة الجميع يعلم أن نتنياهو هو الوحيد الذي يعرقل أمد هذه المفاوضات وأعتبر هو المستفيد حتى الآن من استمرار المفاوضات على هذه الشكلة حتى أنه انتظر أوقات معينة معلومة داخل إسرائيل بأن الكنيسة يكون في عطلة رسمية فيها وعطل المفاوضات حتى يمد أمد هذه الحرب أعتقد أن كل الأطراف العالمية بما فيهم حتى الداخل الإسرائيلي يعلم ذلك جيدا لكن للأسف بعض الظروف تخدم مخاططات نتنياهو على سبيل المثال يعني الحرب الحالية المتوقعة على لبنان والتي بررها الداخل الإسرائيلي بفكرة العملية الأخيرة أو سقوط الساروخ في أجلان المحتلة منذ أيام كل هذه الأمور تخدم هذا المخاطط لأن نتنياهو دائما ما يلعب على فكرة الوجود الإسرائيلي والتهديد الوجود لإسرائيل وفكرة حق الرد وبالتالي يطيل أمد هذه الأمور أنا أعتقد أنه حتى الآن نتنياهو يعني مستمر ونجح فعليا في إطالة أمد المفاوضات وأعتقد أنه سيطيلها أكثر حتى يعني التصويت في الانتخابات الأمريكية القادمة لأنه له مساعي معينة وأمال معينة أهمها فكرة فوز المرشح الجمهوري دوران ترامب الذي بالتأكيد نتنياهو سيحصل من خلاله على فوائد عدة سياسية شخصية له تمكنه يعني من استمرار مؤقتا أو على الأقل تجنب فكرة إذن فياد محمد إلى أي مدى إلى أي مدى سيقوم ترامب في حال أصبح رئيسا للولايات المتحدة بتدعيم نتنياهو وأعطائه أكثر مما أخذ أعتقد أنه إلى مدى غير محدود من المعروف عن ترامب أنه كان لديه مخططات معانا لهذه المنطقة وأنه شخصية اندفاعية نوعا هذا الاندفاع يعني وضح جليل في قرار نقل الصفر الأمريكية إلى القدس والاعتراف بأعاصمة كل يعني أعتقد أن على نفس هذا المنوان من الممكن أن نرى على سبيل المثال تدخل مباشر لقوات أمريكية في قطاع غزة تحت باند إنهاء هذه الحرب وبالتالي يكون نتنياهو قد واصل إلى ما يريد هو فكرة تدمير قطاع بأكمله ثم غياب سيناريو حل الدولتين أعتقد أن ترامب هو الشخص الأمسل لتنفيذ هذا المخاطط أيضا لننسى أن ترامب قضية مهمة وهي فكرة الاتفاقات الإبراهيمية التي بالتأكيد سيسعى إلى إتمامها ولإتمامها لابد أن ينهي ملف قطاع غزة وكما قلت يعني إنهاء هذا الملف سيأتي في صالح نتنياهو لأنه سيباهي الشعب الإسرائيلي بفكرة تدمير القطاع نعم سيد محمد كما تعلم دونالد ترامب هو رجل أعمال زكي يعرف كيف يقوم بالحسابات السياسية هو لديه مصالح مع الدول العربية الهامة والمؤثرة في المنطقة منها دول الخليج العربي مصر وكل هذه الدول ترفض أي حل للقضية الفلسطينية سوى حل الدولتين ولا تقبل بأي مبدأ آخر فهل يجازف دونالد ترامب بمصالح الولايات المتحدة المهمة الغاية مع دول المنطقة لصالح تنفيذ الأجندة الإسرائيلية إن استطاع أصلا بن يامينة تنياه القيام بتنفيذها نعم هنا سيأتي الدور على الدول العربية نفسها أعتقد أن مصر قامت بدورها الأمثل على الأقل في الفترات السابقة في منع سيناريو التهجير وبالتالي أبغط القضية كما هي أمام العالم ومنع تصفياتها بالشكل الذي كانت تريده لأن فكرة الاتفاقات الإبراهيمية ستعتمد أولا على فكرة التطبيع مع السعودية إذا ما ضغطت السعودية في هذا الأمر وتمسكت بفكرة حل الدولتين فبالتأكيد لن يكون أمام ترامب يعني العديد من البنود التي من الممكن أن يضغط فيها لأن أيضا السعودية والدول العربية والشرق الأوسط بتملوا من الممكن أن يتجه إلى مصالح أخرى مع دول أخرى ونفس الولايات المتحدة الأمريكية قصين وروسيا على سبيل المثال وبالتالي نعم ترامب هو يعني بصيغة المقاول سيعطيه كل جانب بعض البنود أو بعض الاستفادة لكن المشكلة هنا ستكون في استمرار شخص ناتنياهو نفسه هذا الأمر سعتمد على الداخل الإسرائيلي إذا ما تم جلب حكومة أخرى غير حكومة الحرب واتجه الداخل الإسرائيلي من اليمين المتشدد إلى اليسار على سبيل المثال فستكون هناك انفراجة كبيرة في هذا الأمر ولو مؤقتة لكن كما قلت ترامب مندفع نوعا ما ومعظم التمويلات التي أتت إلى حملاته الانتخابية أتت من اللوبي اليهودي وبالتالي بالتأكيد هو أعطاهم وعود معينة لكن الأمل هنا الأكبر في أن ترامب بنفسه سيأتي على وضع مغايد للذي تركه في السابق كان الشرق الأوسط غائق والقضية الفلسطينية ويمكن هذه هي الاستفادة الأكبر من أحداث السابع من أكتوبر وبالتالي نعم سيكون هناك يعني العديد من السناليوهات لكن بالتأكيد شخصية ترامب الاندفاعية نفسها في حاجة إلى التعديل قبل الدخول في هذا الملف نعم سيد محمد سنتوقف هنا عن الحديث عن مآلات لو فاز ترامب وأصبح رئيسا الولايات المتحدة عندما ذكرته وحاول أنه قدم وعود بطبيعة الحال اللوب الصهيوني بالولايات المتحدة وهنا أتساءل هل يمكن أن يكون أو أن تكون الضفة الغربية هو وعد هذه الجولة كانت هناك جولة الأولى لترامب كانت فيها القدسة عاصمة لإسرائيل وتسليم الجولان أيضا أو الاعتراف بها لإسرائيل هذا كان في الجولة الأولى من ترامب هل تكون الضفة الغربية هي الهدية الجديدة في هذه الجولة؟ من الممكن على الأقل أنه يسمح باستطان أكبر في الضفة الغربية أو الاعتراف بالإستطان الذي قامت بإسرائيل في الفترات السابقة ومن الممكن أن تقوم بها أيضا في الفترات القادمة لكن هذا الأمر أيضا يعتمد هنا على فكرة مهمة جدا وهي فكرة اتحاد الداخل الفلسطيني نفسه إذا ما تحدث الضفة الغربية وقطاع غزة على حكومة وموحدة حتى يضرأوا الأسباب التي يعتمد عليها ناتنياو يعني دائما إسرائيل ما تعتمد أمام المجتمع الدولي على أن الداخل الفلسطيني نفسه غير موحد إذا ما اتحدث الداخل الفلسطيني فبالتأكيد سيكون هناك سيناريوهات عدة يفرضها الواقع نفسه ولن يكون في مقدور ترامب أن ينفذ كل ما يريده وبالتالي نعم هو من الممكن أن ينفذ ها في الضفة الغربية خصوصا أن مخاططات إسرائيل واليمين المتشدد بالتحديد تطمح إلى هذا وإلى تصفية القضية من كل الجوانب بشأن ما يتعلق بتوحيد الصفة الفلسطينية كما تعلم كان هناك لقاء في بكين جمع الفصائر الفلسطينية والحديث عن يعني حكومة فلسطينية موحدة في الضفة وقطاع غزة ويعول الكثير عليها لتكون ورقة رابحة في المفاوضات وفي الضغط على إسرائيل لكن سأذهب معك إلى نقطة أخرى ربما كفين الحديث عن فرص دونالد ترامب ومآلات وجوده في البيت الأبيض دعني أذهب إلى الخيار الآخر والسيناريو الآخر الذي طل برأسه بقوة والحديث عن فرص كامالا هارس لأن تصبح أول رئيس الولايات المتحدة وربما ما صرحت به بعد لقائها بنتنياهو يعني أثار لغة كثيرا حول آلية التعامل الولايات المتحدة مع إسرائيل في حال لو أصبحت كامالا هارس رئيس الولايات المتحدة نعم وهنا يعني يعني كل الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية سؤال الدموقراطي أو الدموقراطي متفقين على طريق التعامل معينة مع إسرائيل وهي أمن إسرائيل دائما ما يلوح بهذه الجملة وبالتالي سيكون على نفس الخطة الذي يؤمن دولة إسرائيل نفسها ومصالحها لكن الفكرة هنا ستأتي في يعني كيفية فرض وقف إطلاق النار يعني كما قلت ترامب كان لديه يعني الطريقة أو الاندفاعية التي كان من الممكن أن يعني تدخل قوات أمريكية بشكل مباشر في قطاع غزة حتى يونيه هذا الأمر لكن الحزب الديموقراطي مغير نوعا ما أعتقد أن الديموقراطيين في حال وجود هارس سيسعون إلى وقف إطلاق النار بالمفاوضات حتى لا تكون هناك ملفات مفتوحة عدة على طولتهم لأن بذلك سيمنع أن تحقق كامالا هارس يعني انتعاشة اقتصادية في الداخل لأمريكا وبالتالي هي ستسعى إلى إتمام فكرة وقف إطلاق النار وإرجاء فكرة حل الدولتين إلى أمد غير معلوم أو فكرة إغراق قطاع غزة في المفاوضات التي أغراقوا فيها القضية الفلسطينية طيل منذ بدء هذه القضية لكنهم سيسعوا وهي حتى في الخطاب الثاني له منذ إعلان ترشحها وبالتالي نعم ستسعى كامالا هارس إلى فرض هذا الأمر من خلال المفاوضات وأعتقد أن كامالا هارس إذا ما جاءت فهذا سيحدث تغيرا كبيرا في الداخل الإسرائيلي نفسه وسيدفع الداخل الإسرائيلي إلى فكرة اليسار بديلا عن اليمين المتشدد لأن الديمقراطين لديهم يعني مشكلات عديدة مع اليمين المتشدد ومع ناتنياه من قبل أحدث السبع من أكتوبر وكان أهمها فكرة التعديلات القضائية والأزمة التي حدثت في الداخل الإسرائيلي بسببها وبالتالي الديمقراطيون يؤيدون حكومات أخرى غير اليمين المتشدد في الأربع سنوات القادمة وبالتالي قد يكون التغيير سياسي أكثر منه عسكري نعم كنت معي من فريجينيا محمد العالم الكاتب والباحث السياسي أشكرك جزيلا شكر مشاهدين الكرام إلى هنا انتهت هذه التغطية التي تناولنا فيها أبرز التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وأيضا آخر التطورات في قطاع غزة ولكن التغطية مستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية أشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة